ودلوقتي جيم عادنا مع الأخبار اللطيفة والخفيفة اللي بنتلع بيها بره مصر وبنشوف بره ايه اللي بيحصل على السوشيل ميديا في حدوتة كده واخدم ساحة انتشار كبيرة على السوشيل ميديا لزوج عبر عن فرحته الكبيرة وعاد يتنطط زي الأطفال بالزبط بسبب ان مراته فجئته وقدمت له هدية الهدية دي كانت ايه بقى مش ايه هدية كانت عربية والعربية دي هو كان بيحلم بيها من زمان كان نفسه يشتريها ويقتنيها تأثر وبتع من شدة الفرحة خصوصا انه يعني لما وقفه قدام العربية ما كانش مصدق نفسه هذه الهدية هذه الهدية هذه الهدية للواحد فعلا يعني كان بيحلم بيها بتحلم بيها هي نوعها عقيمة ليش؟ مش مهم نوعها ايه المهم يعني القيمة هنا بتاكم بالاهتمام الاهتمام عمره ما بيطلب لا تحق والله يعني هي دي فعلا زي ما انت قلت هذه الهدية ولا بلاش دي الهدية ولا بلاش بصراحة بنا يخليك طيب نروح بقى للصين في مجموعة من المطاعم الصينية اللي موجودة في شمال غرب انجلترا تحديدا مش الصين آسف يعني جي عليها وقت من الاوقات وما بقتش عندها اي نوع من انواع العمالة علشان تشتغل لحد ما قرر المسؤولين عن سلسلة المطاعم دي انه هم يروحوا يشتروا مجموعة من الروبوتات علشان يحلوا محل البنى ادمين او العمالة اللي شغالة عندهم رحوا فعلا اشتروا الروبوتات زي ما فكروا وينفذوا فعلا اللي فكروا فيه وكان سعر الروبوت الواحد فيهم 20 ألف دولار طبعا المسؤولين عن سلسلة المطاعم شافوا ان المبلغ دا مش كبير تماما بالعكس المبلغ دا هو اقل بكتير من الراتب الشهري اللي هياخده اي موظف علشان يشتغل ويمكن فكرة مش الراتب الشهري اللي بياخده هو فكرة الاستدامة يعني هم بصوا بصة مستقبلية اه اكيد مش الموظف هياخد هناك 20 ألف دولار يا بس ايه فكرة اللي هو ايه على المدى الطويل لو انت دفعت في 20 ألف دولار الروبوت مش هيجي اخر الشهر يقوله اديني بقى المرتب الشهر انا عايز اقولك بقى مفاجأة تانية الروبوت دي كمان مش بس قدمت السيرفوس وخلاص على كده لا دا كمان دا كانوا بيغنوا يعني يوم عندهم مهارات استثنائية كمان يا جماعة ركزوا في شغلك و هيبدلونا كلنا بروبوتات ما تعملوش كيف تكالجة صباح الخير بدا ما اقول صباح الخير يا بس انت لعين صباح الخير يا ريبوت عملي يا يوسفية لا لا بس انا عاوز اسأل والله سؤال انت عندك استعداد يعني انت شايفة انت تتعاملي مع البشر اكتر ولا انت ممكن تتعاملي مع ريبوت لا طبعا انا اتعامل مع البشر يعني النهاردة لازم اتعامل مع حدي ياخده ايدي معي فكام مش حافظ يعني وبعدين لو هنجانا بقى عمليه دلوقتي اصيب فكرة داتا محتوطة له هو بينفزها يعني هو الزكاء الاصطناعي اللي موجود او انترنت الاشياء هو قايم على فكرة انت بتخزني كم هايل من المعلومات ليه ده حيئ هو بيبتدي يجمعها بينافزها ففيه سرعة في التعامل بس انت اكثر لا او معظم يعني في ناس بتقولك خفة الدم برضو يعني خلي بالك المصريين او العمالة المصرية بقى تحددين نبعد عن الصين ونرجعنا للمصر خفة الدم بتاعت المصري لو انت بتطلبي منه الحاجة ويرميلك افياه يعني بيباليها موت عفل عجبك يخدم وانت لست لأكلب بقك او الله ايقابز لا او الله احنا احيانا بنروح المكان علشان ارتبطنا بالشخص اللي موجود فيه ده حقيق ده حقيق وده في كل حاجة يعني انا مش حاسة ان الروبوت ستقدر تاخد مكان الانسان في المستقبل صحيح خلينا نروح بقى للاخبار تاني برا مصر نشوف الصين بقى عملت ايه في فتاة سينية رحت عشان تأجر فستان فرحة المهم في فستان عجبها ونقيته خلاص كله كده زي الفل لكن متعرفش ايه اللي حصل يعني خليها تأجل فرحة ورحت للسالون اللي جابت منه الفستان عشان ترجعه تاني وتسترد مبلغ التأمين وده بيحصل في كل الحالات تقريبا لكن الادارة مرديتش ترجع تاني مبلغ التأمين اللي دفعته في الفستان بعد ما تأكدت انها مش طرف تاخد الفلوس عملت ايه بقى دخلت القوضة اللي فيها الفستان كلها وقطعتها بقالة حد بعد ما الواقعة حصلت وخلصت على خير ادارة المكان قالت ان الفستان قطعت هم 32 فستان تمانهم اكتر من 11 ألف دولار انك هيدهون عظيم يعني بص عشان محدش يهرج مع واحدة سكت شايفين فيهم غلطان اكتر يعني دي حاجة مش صحة بس يعني مش عارفة مين فيهم اللي غلطان اكتر من التاني لا بس سواء السؤال هو مبلغ التأمين اللي مرجعش قد ايه علشان خطر تقطع فستان ب11 ألف دولار انا اقولك مثلا يعني اجزامبل كام بالكتير هيبقى 300 دولار مثلا 1000 دولار يا ستة اه يعني لو كانوا فكروا بس القدام يعني شافوا اللي يعني ممكن تاني وما دخلوها ليه اصلا القودة اللي في 1000 فستان هم اللي غلطانين ام